والمثال الآتي يوضح طرق التقويم المتعلقة بالمخزون السلعي فيما يلي بيانات عن حركة الصنف سين خلال أحد السنوات في منشأة الجزيرة التجارية والتي تتبع نظام الجرد الدولي لاحظ عزيزي الدارس الجدول لأمامك في الحقل الأول هو التاريخ وثم البيان ثم كمية الكمية بالوحدات ثم تكلفة الوحدة الواحدة بعدها إجمال التكلفة واللي جان الحقيقة من خلال عملية ضرب الكميات في تكلفة الوحدة الواحدة في حقل البيان في واحد واحد هذا رصيد مخزون البضاعة أول المدة ثم التواريخ الأخرى تشير إلى عملية مشتريات البضاعة واللي تمت بتواريخ مختلفة خلال الفترة بعدها البضاعة المتاحة للبيع واللي تمثل هذه تمثل هذه البضاعة المتاحة وهذه تمثل كلفة البضاعة المتاحة وهذه كمية البضاعة المتاحة وهذه تمثل 30 ألف هو مجموع الكميات أما هذه المليون و380 فهي تمثل مجموع الكلف أما بالنسبة إلى العشرين ألف فهي وحدات التي تم بيعها خلال الفترة والفرق بين العشرين والثلاثين اللي هي كمية البضاعة المتاحة الناتج وهو عشر تالاف وحدة يمثل رصيد مخزون آخر المدة في نهاية الفترة وقبل البدء بالحل عزيزي دارس سوف نشير من خلال عمليات الحل إلى مصطلح أننا قد نبدأ من أعلى الجدول نزولا إلى الأسفل أو لربما نبدأ من أسفل الجدول صعودا إلى الأعلى ونقصد بها الكميات التي يتم استخدامها في عملية المعالجة المطلوب هو تحديد تكلفة مخزون آخر المدة وكذلك تكلفة البضاعة المباعة إذن نبحث عن عملية تحديد كلفة مخزون آخر المدة وكلفة البضاعة المباعة وعلينا لتحديد تكلفة مخزون آخر المدة وكلفة البضاعة المباعة اتباع ثلاث الطرق سبق أن أشرنا لها وحددناها وهي طريقة الوارد أولا صادر أولا طريقة الوارد أخيرا صادر أولا وطريقة المتوسط المرجح ثم المطلوب الثاني هو إثبات تكلفة مخزون البضاعة في دفتر اليومية في ظل كل طريقة وكذلك بيان أثر استخدام كل طريقة على إجمال أرباح المنشئة علما أنه سعر البيع بالنسبة للصنف المشار إليه هو 100 ريال للوحدة الوحدة نبدأ في طريقة الحل وسوف نشير إلى الطريقة الأولى وهي طريقة الوارد أولا صادر أولا كما أشرنا لك عزيزي الدارس أننا نبحث عن تحديد كلفة مخزون آخر المدة وكذلك كلفة البضاعة المباعة عندما نريد أن نحدد تكلفة مخزون البضاعة آخر المدة ولأن الطريقة تشير إلى أن الوارد أولا صادر أولا فإن كلفة المخزون سوف تستخدم من خلال الجدول من أسفل الجدول صعودا إلى أعلى الجدول وبحدود عدد وحدات مخزون آخر المدة والتي تم الإشارة إليها بعشرة آلاف وحدة لاحظ عندما نبدأ من أسفل الجدول سوف نأخذ ثمانية آلاف مضروبة في كلفة الوحدة الواحدة ستين وكذلك نأخذ من الرقم الذي يليه أي من الأسفل صعودا إلى الأعلى ألفين وحدة مضروبا في خمسين ريال وبالتالي سوف نصل إلى مبلغ خمسمية وثمانين ألف ريال وهذا هو الرقم الذي يمثل تكلفة مخزون البضاعة آخر المدة باتباع طريقة الوارد أولا صادر أولا واستكمالا للحل وبغرض الوصول إلى كلفة البضاعة المباعة سوف يتم استبعاد تكلفة مخزون آخر المدة الذي تم التوصل إليه من خلال المعالجة أعلى من كلفة البضاعة المتاحة للبيع والتي تم التأشير عليها في المثال السابق لاحظ مليون وثلاثمية وثمانين ألف ريال سوف يتم إبعاد خمسمية وثمانين ألف ريال للوصول إلى ثمانمية ألف ريال وهذا المبلغ يمثل كلفة البضاعة المباعة وبموجب هذه الطريقة قد تم تحديد كلفة مخزون آخر المدة وكذلك أيضا كلفة البضاعة المباعة ويمكن أيضا تحديد ذلك من أقدم صفقات الشراء بدءا بمخزون أول المدة لاحظ بأنه تم استخدام كون أن العملية تشير إلى أنها طريقة الوارد أولا صادر أولا فإننا يمكن التوصل أولا إلى كلفة البضاعة المباعة ثم بعدها يمكن الوصول إلى كلفة مخزون البضاعة آخر المدة أي عكس الحال المشار إليها أعلى وبالتالي فسوف يأخذ الجدول من الأعلى أو الأرقام تأخذ من أعلى نزولا إلى الأسفل أي سبعة آلاف مضروف في ثلاثين ستة آلاف مضروف في أربعين ثم سبعة آلاف مضروف في الخمسين وهذه الأرقام تشير إلى المبيعات التي حددت في المثال والتي بلغت عشرين ألف وحدة وتضرب فيه كمية كلفة الوحدة الواحدة للوصول إلى كلفة البضاعة المباعة والتي حددت بمقدار 800 ألف ريال ومن خلال كلفة البضاعة المباعة يمكن الوصول إلى كلفة مخزون آخر المدة ولتسجيل مخزون البضاعة في دفتر اليومية باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا سوف يتم إغفال أو إثبات على وجه الخصوص مخزون البضاعة آخر المدة في حساب المتاجرة فيكون القيد من حساب مخزون البضاعة آخر المدة إلى حساب المتاجرة بمبلغ 580 ألف ريال أي ما تم التوصل إليه بالمعالجات السابقة وبهذا القيد الذي يمكن أن يكون في نهاية الفترة المالية أما عند استخدام الطريقة الثانية وهي طريقة الوارد أخيرا صادر أولا لاحظ عزيزي الدارس عند احتساب تكلفة مخزون آخر المدة سوف نبدأ باستخدام الجدول من أعلى نزولا إلى الأسفل وهذا الأمر الحقيقة سيكون معاكس للطريقة السابقة وبالتالي سوف تحدد سبعة آلاف وثلاثة آلاف وهي وحدات مخزون آخر المدة مضروبة في كلفة الوحدة الواحدة ومنها نستطيع أن نتوصل إلى تحديد كلفة مخزون آخر المدة بموجب هذه الطريقة والذي ظهر بمبلغ 330 ألف ريال ويمكن من خلال تكلفة مخزون آخر المدة وإبعادها من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع والتي تم الإشارة إليها من خلال جدول معطيات المثال نستطيع التوصل إلى كلفة البضاعة المباعة لاحظ 1.380.000 ريال وهي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع تم استبعاد منها 330.000 ريال للوصول إلى 1.050.000 ريال وهذا المبلغ يمثل تكلفة البضاعة المباعة ويمكن تسجيل مخزون البضاعة في دفتر اليومية أي إثبات مخزون آخر المدة في حساب المتاجرة وفقا للقيد الآتي من حساب مخزون البضاعة آخر المدة إلى حساب المتاجرة وبقدر المبلغ المحسوب وفقا لطريقة أعلى أما بخصوص الطريقة الثالثة وهي طريقة متوسط التكلفة هنا ينبغي وفق هذه الطريقة أن يتم ضرب الكلفة الوحدة في عدد الوحدات في عدد وحدات مخزون آخر المدة لاحظ بأن متوسط التكلفة يمكن الوصول إليها من خلال المعادلة اللي ظاهر أمامك عزيزي الدارس هي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مقسومة على عدد وحدات البضاعة المتاحة للبيع وتكلفة البضاعة المتاحة للبيع تتكون من كلفة مخزون أول المدة ومضاف إليها تكلفة المشتريات أما بالنسبة إلى عدد وحدات البضاعة المتاحة للبيع فهي وحدات مخزون أول المدة ومضاف لها أيضا تكلفة وحدات المشتريات وبالاستفادة من معلومات المثال يمكن من الوصول إلى أنه مليون وثلاثمائة وثمانين واللي تم تحديدها من خلال معطيات المثال واللي تمثل كلفة البضاعة المتاحة مقسومة على وحدات البضاعة المتاحة للوصول إلى متوسط تكلفة الوحدة واللي ظهرت أمامي ستة واربعين ريال ثم بالاستفادة من متوسط التكلفة والذهاب لتحديد كلفة مخزون آخر المدة سوف يتم ضرب عدد وحدات مخزون آخر المدة في متوسط تكلفة الوحدة الوحد حيث يظهر أن عدد وحدات مخزون آخر المدة هي 10 ألاف وحدة تضرب في متوسط التكلفة للتوصل إلى كلفة مخزون البضاعة نهاية المدة واللي ظهر أمامي بمبلغ 460 ألف ريال ولتحديد كلفة البضاعة المباعة يمكن ذلك من خلال إبعاد كلفة مخزون البضاعة آخر المدة واللي تم التوصل إليه قبل قليل من كلفة البضاعة المتاحة وبالتالي يمكن أن نتوصل بموجب هذه العلاقة إلى تحديد تكلفة البضاعة المباعة المدة واللي بلغت عندي 920 ألف ريال أو عدد الوحدات المباعة واللي كانت 20 ألف ريال يمكن ضربها في متوسط كلفة الوحدة اللي تم احتسابها واللي بلغ 46 ريال للوصول إلى كلفة البضاعة المباعة واللي ظهرت عندي 920 ألف ريال وطبعا هي نفس النتيجة اللي يمكن الوصول إليها باستخدام المعادلة أعلى ثم نذهب إلى إجراء إثبات مخزون آخر المدة في الدفاتر فيتم من خلال القيد التالي من حساب مخزون البضاعة آخر المدة إلى حساب المتاجرة وبمبلغ 460 ألف ريال ولغرض إجراء المقارنة بين طرق تقويم المخزون فسوف تكون المقارنة وفقا للآتي المقارنة بين طرق تقويم المخزون السابقة واللي هي طريقة الوارد أولا صادر أولا طريقة الوارد أخيرا صادر أولا وطريقة متوسط التكلفة لاحظ عزيزي الدارس في جانب البيان تكلفة مخزون البضاعة آخر المدة وفقا لطريقة الوارد أولا صادر أولا ظهرت بمبلغ 580 ألف ريال في حين كانت وفقا للطريقة الثانية اللي هي طريقة الوارد أخيرا صادر أولا 330 ألف ريال أما بالنسبة إلى كلفة مخزون آخر المدة وفق الطريقة الثالثة التي هي المتوسط المرجح ظهرت بمقدار 460 ألف ريال أما بالنسبة إلى تكلفة البضاعة المباعة فوفق الطريقة الأولى ظهر لدينا كلفة البضاعة المباعة 800 ألف ريال في حين أن الطريقة الثانية أعطت تكلفة بضاعة مباعة مليون وخمسين ألف ريال بينما الطريقة الثالثة أظهرت بأن تكلفة البضاعة المباعة 920 ألف ريال أما بخصوص إجمال الربح فهنا ينبغي الوصول إلى هذه الأرقام المؤشرة أزاء كل طريقة من خلال إعداد حساب المتاجر وبالتالي لقد ظهر إجمال الربح بخصوص طريقة الوارد أولا صادر أولا بمبلغ مليون وميتين ألف ريال بينما عند اتباع طريقة الوارد أخيرا صادر أولا كان إجمال الربح يشير إلى تسعمية وخمسين ألف ريال بينما عند اتباع طريقة المتوسط المرجح سوف يكون إجمال الربح مليون وثمانين ألف ريال وبهذا الجدول تستطيع عزيزي الدارس أن تقارن بين طرق تقويم المخزون الثلاثة التي سبق الإشارة إليها موسيقى